بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين معجزات القديسة بربارة المعجزة الأولى بعنوان انت اللي هتعشي لها وهتسميها بربارة تقول مدام ألف عين زات مرة ذهبت إلى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وقبلت هناك قدس أبونا راعي الكنيسة وكنت مخطوبة ذلك الوقت وأعطاني أبونا صورة لقديسة بربارة وأعجبتني جدا وقلت لما تزوج لو شاء الرب وأعطاني طفلة ستكون اسمها بربارة على اسم القديسة بربارة الجميلة وبعد الزواج حملت بطفلة وكان أهلي وأهل زوجي غير موافقين على اسم بربارة وذهبت إلى المستشفى للولادة وقد تمت بسلام لكن قبل خروجي من المستشفى بنصف ساعة فجأت بنزيف حاد واستمر من الساعة سبعة إلى تسعة ونص مساء داخل غرفة العمليات وجاء الدكتور وعلجني ووقف النزيف وبعدها أصبحت بسحة جيدة وكانت في الغرفة معي والدتي وبعد ذلك شعرت ببرودة شديدة لدرجة السلج وكأن كل جسمي يهتز بشدة وكأن روحي تخرج مني ومن شدة وصوت اهتزازي هرع إلي من هم خارج الغرفة وجاءت الممرضة وأحضروا بطاطين وغطوني بها وكانت درجة حرارتي 42.5 درجة وبعدها حاولوا تنزيل درجة الحرارة من الساعة 2 لأربعة صباحا ولكن دون جدوى ثم قاموا بتركيب وتعليق محلين لي وفي ذلك الوقت شعرت بخروج روحي مني وشهدت جسدي نائمة على السرير وشهدت الدكتور يقيس النب ولم يجد نب وعند ذلك طلب الدكتور من قريبي ابن خالتي أن ينقلني إلى مستشفى الحميات فورا وبعد ذلك شهدت البابا كيرينلس شفيعي وكان يبتسم وقلت له أنت جاي بعد إيه؟ بعد موتي؟ بتضحك علي يا ليه؟ وبعدها شاهدت بنت صغيرة جميلة جدا لابسة أبيض وشعرها جميل وطويل ولونه بني مسفى وعمرها لا يتعدى 17 سنة وقالت لي بتكلمي ليه كده على البابا كيرينلس قلت لها أنا طلبته وجاء بعد ما موت وابنتي جاءت الدنيا وأصبحت يتيمة ثم قالت لي لا تكلميه بهذه الطريقة ده البابا كيرينلس وبعدها أخرجت ورقة لونها أقدر من جيبها وقالت لي المفروض تخرجي من المستشفى لماذا لم تخرجي؟ قلت لها أخرج فين؟ أنا ميتة خلاص ثم قالت لي كنت هتسمي ابنتك بربارة لماذا غيرتي اسمها؟ قلت لها عشان الناس كانت بتتريأ على الاسم ومش عجبهم ثم قالت لي اللي بيتتريأوا على الاسم أتركيهم لي أنا سأتعامل معهم وقالت لي لو عايزة تخرجي من هنا سمي بربارة قلت لها أنا ميتة واللي يعش لها يسميها بربارة فأجابتني انت اللي هتعشي لها وهتسميها بربارة وبعدها أدارت وجهها عني وأحضرت طبق كبير به ماء ومن تحت الطبق ملتصق به سلاسة زعفات كبار فتحت أول زعفة وكان يوجد بدخلها ورقة بيضاء وبعدها نظرت لي وقالت لي الطبق ده بتاعك خديه وفي ناس هتحاول أن تأخذه منك لكن انت مش هتتركه لأحد وبعدها اختفت هي والبابا كيريلوس وبعدها أحسست أن روحي تدخل جسدي مرة أخرى وانتفطت بقوة رهيبة وكانت والدتي بجواري وقلت لها أن تقول لزوجي أن يسمي ابنتنا بربارة فورا وجاء الأطباء ووجدوا درجة حرارته ستة وتلاتين ونص وبعدها قالوا أن هذه الحمى مش حمى النفاس لكن كان في حاجة غريبة أو بتحصل لكن مش عارفين ومش فاهمين وعندها ذلك قلت للدكتور أنها القديسة بربارة وبعد ذلك حكيت كل اللي حصل معاي وقد سمى زوجي ابنتنا بربارة المعجزة الثانية بعنوان بروحي كنت معاها الاسم ميم ألف ذات مرة ذهبت إلى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وكان والدي رافد ذهابي بسبب المذاكرة والامتحانات نظرا لديق الوقت ولكني أصريت فذهبت وبعدها استنجدت بأبونا هناك فأعطاني أبونا صورة خشبية للقديسة بربارة وقال لي لما تروحي حطيها في وش الباب قبل ما تدخلي والقديسة بربارة مش هتخليه زعق ومش هيتخانق خالص وفعلا والدي تقبل ذهابي إلى الكنيسة بهدوء ولم تحدث أي مشكلة وهذه ليست المعجزة التي تمت معي بشفاعة القديسة بربارة ولكن من وقت ما حدث ذلك ومن وقت ما أعطاني أبونا الصورة الخشبية للقديسة بربارة وأنا أضحها تحت مخدتي وأقبلها قبل ما نام وأأخذها في حضن وفي يوم كان عيد القديسة بربارة أرب وكان عندي ظروف تعوق حضور العشية رغم تعودي بأن أقوم بتزيين صورة القديسة بربارة التي تزفف عيدها وجاء يوم العشية وأعدت أبكي لإني مشانة لها زي إن صورة القديسة بربارة وخليها أحلى عروسة في ذكرى يوم استكبال رب المجد لها ومسكت الصورة الخشبية وكلمت بربارة وقلت لها سمحيني كالنفسة أكون معاكي وبكيت بحرقة ونمت من كسرة البكاء وفجأة حسيت إن الصورة الخشبية بتضحك وحسيت إن روحي بتنسحب مني وفجأة لقيت نفسي وسط العشية في الكنيسة وأنا شايفة كل الناس لكن محدش شايفني سمع كل الناس لكن محدش سمعني وشفت كل حاجة شفت تطييب جسد القديسة بربارة وكل حاجة حصلت ولما قمت من النوم اتصلت بأقاربة اللي كانوا حضرين وقلت لهم كل حاجة حصلت في العشية وأبونا قال إيه وفلان عمل إيه بالتفصيل وكانوا مستغربين أوي إني حكيت كإني كنت حضر العشية لكن ببركة شفاعة القديسة بربارة مرديتش أكون زعلانة في اليوم ده وخلتني أحضر عشية عظها بروحي بركة صلواتها تكون معنا آمين المعجزة الثالثة بعنوان جاءت وقبلتني الاسم ميم ألف ذات يوم وكعادتي كنت أقبل القديسة بربارة الصورة الخشبية في خدها وبعدها أحط خدي الشمال على فم القديسة بربارة على أساس أني أشعر أنها تقبلني زي منا بعمل معاها وفي يوم وأنا بأقبلها قلت لها يا بربارة عايز أحس بيكي وأنت بتقبليني في خدي عشان أعرف وأتأكد أنك سمعاني وحس بحبي ليكي وبعدها نمت وحطيت الصورة تحت المخدة وفجأة وانا نايمة حطيت إيدي تحت المخدة على الصورة الخشبية لكن حسيت بخدود لحمية مش خشبية ووجهة حقيقي مش مجرد صورة وفجأة جسمي سقل للحظات ووجدت القديسة بربارة بتقبلني في خدي الشمال الخد اللي متعودة أحطه على فمها في الصورة وبعدها حسيت برعشة وبعدها قمت فجأة من الرعشة ونظرت على الصورة لقيتها بتتحق لي وكأنها بتقولي أنا كمان بحبك وأبلتك زي ما أنت عايزة قمت بعدها وشكرتها قوي على محبتها لي ووعدتها إنها ستكون شفيعتي واختي واللي بشفاعتها بتنقذني على طول ونظرت أني لما تجوز وأنجب بنت هسميها بربارة وأنا دلوقتي حامل وفي انتظار بربارة الصغيرة المعجزة الرابعة بعنوان اتفضلوا مع السلامة الاسم سين فيه مدام فيكتوريا اسكندرية أنا سيدة من اسكندرية لدي ابن مهندس اسمه مينا جاء له عقد عمل في ليبيا وعند سفره إلى ليبيا تم حجزه في مطار ليبيا بسبب تشابه أسماء وإن اسمه مماسل لشخص ممنوع من السفر ومن الدخول ليبيا بسبب حمله لمرض خطير وتم ترحيله من ليبيا وتم حجز ابني في المطار بسبب هذا التشابه وتم معاملته داخل المطار معاملة سيئة ولم يدخل البلد ولم نعرف عنه أي شيء رغم محاولة الكثير من الأبائل كانت تدخل لدرجة أن الأنبة ودروس اسقوا في البحيرة البابة ودروس حاليا تدخل بنفسه وتم الاتصال بالسفير المصري لمحاولة معرفة السبب وتم أخذ الموضوع من جهة السلطات الليبية بتعنت وظل محتجز في المطار لمدة ثلاثة أيام وفي حين جلوسي في المنزل لتتبع أخبار ابني وأنا لا أقدر أن أعمل أي شيء سوى البكاء أنا وأسرتي فشهدت طفلة أو شابة صغيرة تتحرك أمام عيني وكانت توجد بنت أختي معي في المنزل فسألت هذه الشابة من أنت فسألتني بنت أختي مع من تتكلمي فقلت لها هذه الشابة التي أمامي فقالت لي أنا لا أرى أحدا فقالت لي الشابة لا تخافي ثم اختفت وبعد مرور سلاسة أيام تم ترحيل ابني من ليبيا إلى مصر وفي وقت جلوسه في المطار نعلم جيدا أنه في حال الترحيل أي شخص من أي بلد يتم تحويله إلى الأمن الوطني ولكن جاءت له شابة صغيرة وقالت له أنت مينة فأخذت جواز صفره ثم أتت بعد قليل ومعها شرتي وقالت اتفضلوا مع السلامة والعجيب أن جواز الصفر تم ختمه بالخروج من مصر عند صفره إلى ليبيا ولم يتم ختم دخول عليه بعد رجوعه وعند وصوله للمنزل ومع فرحتي جاءت الشابة وقالت لي ارتحتي واطمئنيتي أنا بربارة أنا موجودة عند أبنوب بسم النوت وعوزاكي تيجي هناك فقلت لها نعم سأحضر إليك ثم اختفت وتوالت ظهرتها عندي بالمنزل لفترة طويلة وعندما أتشفع بها وأطلب منها شيء تظهر لي وتكلمني وكأنها معي المعجزة الخامسة بعنوان سفينة القديسين القديسة بربارة هي شفية معظم الخدام الذين خدموا بكنيستها وأشكر ربنا الذي أعطاني نعمة وبركة الخدمة في كنيستها التي تربيت فيها منذ طفولتي بمنطقة الشرابية بالقاهرة وكل الذين لمسوا بركة القديسة بربارة في حياتهم يحتفظون بصورتها في داخل بيوتهم أو في مكاتب عملهم والبعض من الأطباء أعطى اسمها لعيادتهم الخاصة وأيضا الأباء الكهنة الذين رسموا على كنائس في المهجر وينتمون لكنيسة القديسة بربارة فقد خصصوا أيقونة بل ومزبح باسمها في كنائسهم وقد منحني الرب نعمة بصلوات هذه القديسة أن أراها أثناء وجودي بالمستشفى بأمريكا أنا أعاني من انزلاق قدروفي منذ سنوات طويلة مضت وأجريت جراحة بالعمود الفقري على الفقرات السالسة والرابعة القطنية بيد الدكتور خيري صمرة أستاذ جراحة الأعصاب وذلك في ديسمبر عام 1981 واحد وثمانين